أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن وزارة الإسكان حرصت خلال مرحلة إعداد المخططات الخاصة بمدن البحرين الإسكانية ومشاريع المجمعات السكنية أن تتضمن كافة المقاومات اللازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين ونوه الحمر إلى حرص وزارة الإسكان على استخدام أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة مشيرا إلى أن التغيير والإضافات العشوائية غير المدروسة تضر بجودة المدن والمنظر العام لها قال الوزير أن تعديل الوحدات السكنية يتطلب الالتزام بالاشتراطات التعميرية والاطلاع على القوانين التنظيمية وأصدار التصاريح اللازمة للتعديل على الوحدات السكنية بما يحقق إمكانية التوسع دون الإضرار بسلامة الوحدات السكنية وقاطنيها وأوضح المهندس الحمر أن وزارة الإسكان قامت باتخاذ خطوات تضمن للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية بما يضمن سلامة وجودة وحداتهم وذلك من خلال تزويد المنتفعين وقت استلام الوحدات بعدة نماذج للتوسعة وبمقدار يصل إلى نحو 30% من مساحة الوحدة السكنية كما نوها إلى أن وزارة الإسكان عملت بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الأولى من استلام الوحدات الإسكانية استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر